اهلا بكم اكدت وزارة الصناعة والتجارة والتموين توفر كافة المواد الغذائية وبكميات كبيرة في السوق المحلي تغطي وتزيد عن حاجة الاستهلاك المحلي بحسب الناطق الاعلامي باسمها ينال البرماوي وباشرت فرق الرقابة في الوزارة ومديرياتها في المحافظات بحملة الرقابة المكثفة على مختلف الاسواق للتأكد من التزام التجار باحكام قانون الصناعة والتجارة والتعليمات الصادرة بمجبه وكذلك بتعليمات المغالات في الاسعار كما اصدرت وزارة الصناعة والتجارة اليوم نشرة استرشادية لاسعار 64 سلعة اساسية بهدف ارشاد المواطنين للاسعار العادلة لها بالسوق استعدادا لشهر رمضان وتضمنت النشرة التي استصدر يوميا خلال شهر رمضان اسعار الحبوب والحليب الزيوت النباتية المواد المصنعة اللحوم الطازجة والمجمدة الخضار والفوكه قرر البنك المركزي الاردني ومجلس ادارة بورصة عمان تعديل ساعات العمل خلال شهر رمضان الفضيل ويأتي هذا بمجب قرار البنك المركزي الاردني تكون ساعات الدوام الرسمي للبنوك المرخصة طيلة ايام شهر رمضان من الساعة التاسعة والنصف صباحا وحتى الساعة الثالثة بعد الظهر على ان يبدأ التعامل مع الجمهور في تمام الساعة العاشرة صباحا وحتى الثانية والنصف بعد الظهر اما بورصة عمان فقد حددت ساعة دوام من الساعة التاسعة والنصف صباحا وحتى الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر كما حددت مواعيد جلسة التداول المستمر للسوق الثالث وسوق حقوق اكتتاب الاسهم المدرجة في السوق الثالث من الساعة العشرة وخمس وثلاثين دقيقة إلى الساعة الحادية عشرة أما لسوقين الأول والثاني وسوق السندات وسوق حقوق اكتتاب الأسهم المدرجة في السوقين الأول والثاني فيكون من الساعة الحادية عشرة وحتى الساعة الواحدة والربع اعتصم أدلاء سياحيون اليوم أمام رئاسة الوزراء احتجاجا على عدم استجابة الحكومة لمطالبهم الأساسية التي مضت عليها أربع سنوات مما أدى إلى تدني أوضاعهم وجاء الاعتصام بسبب تدني أعداد السياح وتراجع حركة السياحة وغياب الدور الرقابي وعدم تفعيل الأنظمة والقوانين وتدهور أوضاع الأدلاء السياحيين الذين وصل عددهم إلى 1300 دليل سياحي التحقوا بصفوف العاطلين عن العمل وأرجع المعتصمون تردي أوضاع الأدلاء السياحيين إلى غياب السياسات التي تعنى بالدليل السياحي وأطلب الأدلاء باختطاع جزء من التذاكر للمواقع السياحية والأثرية لصالح جمعيتهم لتجاوز الأزمة وإلزام الرحلات الداخلية باستحاب دليل سياحي وقفتنا على دول الرابعة أمام رئاسة الوزراء هي الثالثة أو الرابعة اللي بنقوم فيها خلال فترة بسيطة لمطالبة بحقوقنا الرئيسية اللي تم تجاهلها وتم تناسيها وتم تغييبها بطريقة منهجة من صانع القرار السياحي اللي للأسف لا يفقه شيء في العملية السياحية وقفتنا الآن نطالب باختطاع جزء من التذاكر لصالح الأدلاء السياحيين اللي أصبحوا ضمن خط الفقر أو بحت خط الفقر بشوي اللي سماهم جلالة الملك السفير ولا أعرف إن كان هناك مسؤول في البلد يقبل أن يستجد السفير سفير المملكة الأردنية الهاشمية اللي قاعد بيقابل كل الناس وبينقل صورة مشرقة عن البلد للسائح الأجنبي لضيف البلد أو شك على الاستجداء أو شك على إنه بيع أثاث بيته الشيء الثاني الحل هذه المشكلة طالبنا بمطلب بسيط وليس بحاجة للذهاب إلى كواكب أخرى طالبنا باختطاع جزء من التذاكر لصالح الأدلاء السياحيين ومع ذلك الموضوع بده اجتماع مجلس الأمن الدولي واجتماع الحكومة الأردنية كلها تم استحداث شبيه لهذا النظام في البترة ويسجل هذا الكلام لأخواننا في البترة أمنهم الفاقة وأمنهم الحاجة في ظروف صعبة زي اللي قاعدين بالعي بدأت بورصة عمان أولى جلسات التداول للأسبوع الحالي على تراجع إذ أغلق مؤشرها العام لأسعار الأسهم على انخفاض نسبته 33% وأظهرت مؤشرات البورصة انخفاض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم إلى 2148 نقطة وحجم التداول حوالى 10 مليون ومائة ألف دينار عدد الأسهم المتداولة 7 مليون و800 ألف سهم نفذت من خلال 3390 عقد أما على المستوى القطاعي فانخفض الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 42% كما نلاحظ قطاع الخدمات 13% وارتفاع لقطاع الصناعة بنسبة 23% أما عن مساهمة القطاعات في حجم التداول فساهم القطاع المالي بنسبة 81% قطاع الصناعة 14 و3% وأخيرا قطاع الخدمات بنسبة 4 و7% أما الشركات الأكثر ارتفاعا في أسعار أسهمها فهي مصانع الاتحاد للتبغ والسجائر بنسبة 26% الأردنية للتعمير المساهمة العامة القابضة 85% والأكثر انخفاضا الأمل للاستثمارات المالية 37% وأخيرا مجمع ضليل الصناع العقاري بنسبة 4 و65% وأخيرا أعلن بنك الإسكان اليوم عن الفائزة بجائزة حسابات التوفير اليومية وقيمتها عشرة ألاف دينار حيث فازت بها مريم موسى إسخيبر أرشادي من فرعي أبو نصير